الآن وبعد أن تعرفنا على آليات لتحديد الفرص والتحديات وحددنا بعض الفرص والتحديات لإمكان يحصل فيها ابتكارات اللي عايزة حل خلينا ننتقل للخطوة الأخرى اللي هي طرح الأفكار الجديدة لطرح الأفكار الجديدة لابد يكون في عندنا آليات معينة عشان نبتكر أول شيء تكلمنا عنه في الدروس السابقة أنه الابتكار ليس موهبة الابتكار هو عبارة عن عضلة ندربها العبارة عن قدرة ممارسة نهذبها ونتدرب عليها دائما فخلينا نتأكد أولا أنه الابتكار شيء الجميع قادر عليه مجرد ما عرضنا تحدي معينة وفرصة معينة يفترض كل موظف حكومي يكون عنده القدرة على إيجاد هذه الأفكار من أين ستأتي هذه الأفكار؟ هل هذه الأفكار سيبحث عنها الشخص بشكل منفرد؟ هل سيبحث عنها كأفكار؟ هل نحن شخص مفتكرين؟ هل لدينا أفكار جديدة؟ خلينا نختبر نفسنا في خمس اختبارات لازم نحددها ونتعرف عليها إذا اختبرتوا نفسكم بهذه الخمس اختبارات كل واحد من هذه الاختبارات عبارة عن ممارسة لابد أن تكون جزء من عملنا اليومي عشان نقدر أن نجد أفكار جديدة أول واحد من هذه الاختبارات بدنا نسميه اختبار القهوة والسؤال لكل واحد فينا امتى آخر مرة جلسنا وأخذنا فنجان قهوة مع شخص من خارج نطاق عملنا وخارج نطاق البيئة المعتادين عليها الجلوس معها احنا كأشخاص بطبيعة حياتنا دائما بنجلس مع نفس الأشخاص بنجلس مع نفس الزملاء بنتكلم بنفس الكلام فدائما كلامنا وأفكارنا كلها تدور في نفس الدائرة امتى أخي مرة قررنا نخرج من هذا النطاق ونجلس مع زميل في العمل ما جلسنا معه في السابق نجلس مع زميل في العمل في قطاع آخر امتى أخي مرة حاولنا نتعرف على أشخاص جديد نتحدث معهم بأفكار جديدة ونشوف ما يدور في ذهن جهات أخرى غير الدوائر اللي احنا نجلس فيها هذا أول اختبار وإذا لم نجد أنه في الأسبوع الماضي جلسنا مع شخص من خارج نطاق الدوائر اللي نجلس فيها يجب يكون ممارسة دائما أنه كل أسبوع نحاول نبحث عن شخص جديد نجلس معه من دائرة أخرى من قطاع آخر من محيط آخر عشان نسمع أفكار جديدة وننمي دائما أفكارنا ونغذيها بأفكار جديدة الاختبار الثاني اللي احنا نتكلم عنه هو اختبار التفكير طويل لأمد احنا بطبيعة الحال كبشر دائما بنفكر بالأمور الآنية بنفكر بشكل قصير لأمد وهذا بيساعدنا دائما على حل المشاكل والحركة بسرعة لكن بيخلينا دائما رهينة للأوضاع الحالية ما بيسمح لنا نفكر شوي لأدام ما بيسمح لنا نفكر بشكل مختلف فبنكون دائما رهينة للعمل اليومي المتسارع اختبار التفكير الطويل أما نسأل نفسنا متى آخر مرة جلست مع نفسك أو مع مديرك وفكرت بطموحاتك وخطتك وتطوير عملك وتطوير نفسك على المدى المتوسط والطويل إذا ما عنا أفكار المدى المتوسط والطويل إذا ما سمح لنا نفسنا نفكر بخارج نطاق عملنا نفكر بالمستقبل ما حيأتي لنا أفكار تطويرية فإذا دائما تفكيرنا محصور باليوم وغدا وحل المشاكل ومتابعتها بشكل سريع ما حنقدر نفكر بشكل ابتكاري ونجد أفكار تحل مشاكل بشكل مختلف فاختبار التفكير طويل لأمد مهم جدا ودائما نذكر نفسنا ضروري كل فترة وفترة كل ثلاث أشهر ست أشهر نفكر بهاي الأهداف والطموحات لمدة طويلة ولا نحصر نفسنا بالتفكير اليومي الاختبار الثالث المهم نركز عليه هو اختبار الفضول أنت كموظف حكومي كموظف حكومية كم لديك من الفضول كم بتحاول تتعلم يوميا كم بتحاول تتعلم إحنا في الدرس الأول تكلمنا عن وجود المعلومات الآن بشكل وافر جدا لكل البشر كل معلومة عايزين نحصلها في الدنيا موجودة على الإنترنت متى أخي مرة جلسنا على الإنترنت وحاولنا نبحث في وزارة أخرى مشابهة لوزارتنا في دولة أخرى متى أخي مرة جلسنا وشفنا تطورات قطاع التعليم في سنغفور لو كنا في وزارة التعليم لو كنا في وزارة الأشغال متى ما أخي مرة شفنا ألية تقديم طلبات لوزارة الأشغال في دورة مثل النارويج اختبار الفضول مهم جدا وذا ليس لدينا هذا الفضول والشغف بالتعرف على هاي الأمور وما استخدمنا أبسط الآليات اللي هي الانترنت والكمبيوتر اللي أمامنا صعب جدا أنه تأتي الأفكار الحديثة إلنا الاختبار الرابع هو اختبار أرض الواقع اختبار أرض الواقع معناها متى أخي مرة جلست وتكلمت مع أحد المتعاملين في دائرتك ولا أحد الأشخاص اللي بيستفيدوا من خدمات مؤسستك أو وزارتك جلست وتكلمت معهم بمدى الفائدة اللي بيحصلوها من هاي الخدمات شو رأيهم فيها هل بيشوفوا أنها مبالغ فيها سهلة يسيرة هذا اختبار أرض الواقع لأنه إحنا كموظفين حكوميين عادة بنعتقد أنه عم نقوم عم بعملنا على أتم وجه وبنعتقد أن ممارساتنا ممتازة وواضحة لما نتكلم بأرض الواقع مع الأشخاص أحيانا بنسمع أفكار بتفتح ذهننا لكثير من التحديات والفجوات اللي موجودة لما كنا نفكر فيها الاختبار الخامس هو اختبار التعلم المستمر متى آخر مرة كشخص حاولت تطور من نفسك تاخد برنامج تدريبي أو تقرأ ورقة معينة أو تقرأ بحث معين أو كتاب له علاقة بمجال عملك الواقع دائما للأسف قليل جدا بنحاول نقوم بهذا الكلام أحيانا لانشغلنا بالحياة اليومية أحيانا لبعدنا عن القراءة مع أنه إحنا يجب أن نكون أمة تقرأ دائما لكن لبعدنا عن القراءة لبعدنا عن المطالعة بنوجد أنه ما بننتابع هذه الأمور المستجدات في قطاع عملنا بهذه الخمس اختبارات إذا لا نتكلم دائما مع أشخاص من خارج نطاق عملنا ونأخذ معهم فنجان قهوة كل فترة لأنه دائما ليس لدينا الفضول للمتابعة على وزارات ودول أخرى ماذا يحصل فيها إذا ليس لدينا القدرة على التفكير طويل الأمد إذا ليس لدينا القدرة على البحث والقراءة المستمرة من غير ما تكون عندنا كل هذه الأليات موجودة صعب جدا تأتي أفكار جديدة حتى لو تعرفنا عن الفرص والتحديات صعب جدا نوجد حلول صعب جدا نوجد أفكار خلاقة وابتكارية حتكون أفكارنا دائما معتادة قديمة داخل الصندوق لأنه أفكارنا هي وليدة بيئتنا المحيطة فينا فلو ما غيرنا بيئتنا وغيرنا ممارساتنا الأسبوعية والشهرية كيف بنجلس مع مين بنجلس إيش الأفكار اللي بنسمعها إيش بنطالع على الإنترنت إذا ما غيرنا هاي الممارسات صعب جدا تجينا أفكار جديدة متطورة ترجمة نانسي قنقر